نسق سلمي وتعبير حضاري راق قائم على قواعد صحيحة أطلقته الجماهير المسلمة ردا على إساءة الحكومة الفرنسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مقاطعة المنتجات الفرنسية عامل مؤثر تحقق فيه أمرا الأول أثبت أن الشعوب المسلمة ما زالت حية منتسبة لجذورها وقادرة على تحقيق أي إنجاز الأمر الثاني قوبلت عن جهية ماكرون بسلاح اقتصادي أثر في حكومته وفتح المجال واسعا لحملات التعريف بالإسلام وعظمة النبي الكريم فأبت فرنسا إلا الانغلاق والتشدد واختلاق ذرائع أخرى لتبرير إساءة حكومتها للإسلام فجاءت حادثة مدينة نيسا التي قتلت بها امرأة واثنان آخران قرب كنيسة نوتردام في ظل التشديد الأمني في فرنسا يبدو أن هذه الحادثة ذل للطريق لتحقيقها بغية إعادة الأمور إلى المربع الأول واستغلالها لتبرير الحملة الهمجية ضد الإسلام عمدة مدينة نيس كريستيان استروزي سماه هجوما إسلاميا فاشيا وسماه إسلاميا وليس إسلاميا كما يحاول البعض اللعب على المصطلحات والاشتقاقات أما ماريون لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا قالت ما وصفتها بالبربرية الإسلامية ضربت نيس مجددا وبشرت بحرب شاملة للقضاء على البربرية الموصوفة حادثة نيس جاءت بعد اعتراف نظام ماكرون أن فرنسا تعيش في أزمة وخصوصا في ظل حملة المقاطعة التي توسعت على نطاق شعبي كبير في العالم الإسلامي هذه الأزمة التي اعترف بها ماكرون جعلته يستنجد بالدول الأوروبية وربما تناسى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أقرت عام 2008 بأن الإساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا تندرج ضمن حرية التعبير مؤكدة صحة قرار محكمة النمساوية أدانت فيه سيدة بتهمة الإساءة للنبي الكريم مختصر القضية كما يقول مراقبون أن ماكرون يحاول الهروب من أزمات البلاد الداخلية إلى أفق ضيق يتناسب مع تخبطه السياسي